السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فطوري بعد صلاة المغرب اشتهيت اليوم عدس شربة عدس قصرت عليها ورحت افطر وبعد ما افطرت عاجت وحطيت عليها مستوية والكيشنة جاهزة بس يقولهم شوي تسبكهم مع بعض انا عاد مرة من عشاق العدس والفول كل الاشياء هذي لكن احس الفول شوي عطش برمضان شان كدهنا دايما نركز على العدس اكثر بخليه شوي عاد ويطبخ عادي يتجانس مع بعض وتطلع النكهة زي ما انتم شايفين خلاص الحين بسكر عليه وبجهز عاد صينيتي خلاص حطيته في الصحن حطيت لي عليه شوية زيت زيتون شوية كمون رشة كمون يا سلام طلع مرة يهبل حمصت لي عاد معا خبز حطيت خبزة شعير حطيتها في الحماسة عشان كده تنشف شوي تطلع مقرمشة وحطيت لي بعد سلطة كانت باقي من الليل من السحور القبل حطيت لي سلطة سلطة يعني احرصوا بنات دائما على السلطة ترى مرة مفيدة يعني احرص عليها حتى هي متسمن ولا شيء لكن على القدمة هي مفيدة يعني احرصوا ان تكون على كل وجب السلطة انعد بمنعي لي ما يحبون السلطات بسني احب مثلا قطع مثلا خيار يعني قطعت الخيار الحال وقطعت الجزر الحال وقصلت الخس كده وحطيتها في السحون ايه وكل لكن قطعتها كسلطة ما احد يأكلها طبعا سويت العصير النعناع بالليمون والله مولك الحمد ولك الشكر على كل ما انعم به علي من النعم والله مولك الحمد وحمدا تستطيب به النعم خلاص هذا هو كان عشاي وبعدين بديت سويت السحور العيالي هذا بنفس اليوم هذا الظاهر كان تصويري يوم الاربعة كنت سويت لهم رز ابيض وسويت لهم ايدام خضار ودجاجة سرقتها وبعدين حطيتها وشويتها بالفرن هذا مرق الخضار حطيت تقريبا فيه الكوسة وجزار طبعا عيالي اكثر شي وهي بس يحبونا البطاطس تخيلين بس قد نقي لهم البطاطسات وطلعهم وحطها على الرز وشخلهم المرق والله نكتذر العيال الله يصلحهم بعدين قلت خلاص ببدا سوي سحوري قلت بنتي بعد انا ايبغى معت بيض وبسوي لتخلطة تهبل فسلكت بعد حطيت بيضتين زيادة صاروا خمسة وجهزت البيض يعني سلكتها وهي عاد جهزت باقي المكونات اللي هي جبن فيتا وبصل اخضر وخيار والله ما صلي وسلم على نبينا محمد وبقدونس عاد هي قلت ما بي البقدونس قلت انا هجولا ابغى انا احب البقدونس بحط لي خلطت كل المكونات مع بعض وبعدين قطعت البيض واضافته له حين حطت الجبن الفيتا وعصرت ليمون عندما كان عندي ليمون طازج وتجابت ليمون بالثلاجة هذا الجاهز بعدين بعد ما حطت الليمون الا القى ليمونة بالثلاجة وجبته لها سبحان الله الليمون اذا حطيته مثلا شي بنات زي البيض خاصة المسلوق او مثلا اللهم مصلي على محمد الزهرة الملفوف الاشياء هذي اللي تسبب انتفاخات حطوا معها كمون كمون وليمون مرة تريح البطن خلاص حطت كل باقي المكونات مع بعض زي ما انتم شايفين عندما عثرت على الليمونة جبت لها عصرت ليمون طلعت مرة يا بنات تتهب الخلطة وحلوة ترى تصلح مثلا حشوة 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 تضيفون اذا كنت مو بحابين الجبن الفيتا ممكن تضيفون الجبن السايل انا اول كنت مرة احب الجبن السايل بس يعني بعد ما صر يطلع والحين صار ما عد فيه جبن سايل مكتوب عليها شبيه الجبنة كل شي صار يكتب عليها شبيه الجبنة شبيه القشطة فانا حين ما عد اكله ابدا انا لجبن السايل انا اشتريه علشان مثلا خلطات بسوي شي كذا سندوت شات وسوي سندوت شات دجاج كذا اضيف لها جبن السايل خلاص الحين حطينا بزبدية اكبر حين الكمية اكثر بعدين قطعت البيض كذا بالطول بعدين تشيلها في العرض وتقطعها مربعات صغيرة خلاص حين صارت جاهزة طبعا اضفت عليه فلفل اسود وكمون وانا بعد اضفت عليه شوية من الفلفل الاحمر هي عد حطتها لها بسود توست اما انا قتلت احطيها لي بصحن انا بياكلها كذا بخبز وباخذ شوية من الخضار لانا سويت العيالي مع الرز وبس هذا كان سحوري ان شاء الله حين تشوفونا وبس ما شاء الله سحور سهل وبسيط وما ياخذ وقت وبنفس الوقت مفيد ومغذي وفي اشياء عناصر غذائية كثيرة مثل البيض بروتين والسلطة والجبن يعني صراحة مرة لذيذة الخلطة انا عد مرة ما محبين البيض المسلوك صراحة انا احب البيض المسلوك مرة ما كنت شفوني دايما بالفيديوهات وصلك بيض خلاص احين بنتي مش لحمصت لها التوست وحطتها بالتوست ونعطي باكلة مع خبز وانا دايما اخذ كده من اكل عيالي شي يناسبني مثلا اكون مساوية دجاج اخذ لي صدر دجاج اخذ من الايدام اخذ لي منهم هذا هو حطيت لي شوية من الخضار وسويت لي شاهي وبعد السلامة لك الحمد ولك الشكر هذا كان سحوري بالليل نجي عاد هذا لأول الفيديو كان يوم التصوير يوم الاربعة وهذه مقرطفات من يوم الخميس كانت بتجيني اختي بديت من الظهر صراحة علشان ما يضي علي الوقت لاني بسوي حلة لعيالي وبسوي لي يعني عشاهم وفطورهم وبنفس الوقت بازي لنا حلة يعني قبل ما تجي اختي عشان اللي جيت من صلاة الترويح بس اصوي القهوة فقدت بسوي بسبوسة الفناجيل كنت شاري انا من خمسة التوفير فناجيل طبعا انا بحطيكم مقططفات لكن بنزل ان شاء الله الفيديو الحالة البسبوسة عشان اسهل لكم يعني بناء على طلب كثير من الاخوات كل عشان بدل ما تحطينا بوسط الفيديوهات نقعد ندور على الوصفة لا خليلنا الوصفات بفيديوهات الحالة فخلاص جهزت البسبوسة الخليط جهزت الفناجيل غسلتهم نظفتهم حطيت فيهم شوي دهنتهم طحينة وبعدين صببت فيهم البسبوسة مره يا بنات اطلعت رهيبة حتى اكلنا منها اليوم اللي هو اليوم حيننا قاعدنا ننتج لكم الفيديو يوم السبت قصد يوم الجمعة اكلنا منها يعني اكلنا منها يوم الخميس بالليل واكلنا منها يوم الجمعة نحن يوم الجمعة سويتها بس تصخرينها شوي بالمكرويه بردت واذا اريد تزيدينها لان تشرب الحلاء إذا حب تزيدينها شوية حليب نسلة أو مشيرة أو كذا تعطيها طراوة زيادة بس هذه صارت جاهزة وحشيت بعد تمر بعد ما خلصت البسبوزة وحطيتها بالفرن جهزت حشوة التمر كنت بسوي تمر محشي هذه طبعا عندي من قبل انا بجهزتها وهي عبارة عن بسكوت ومطحون وشوية مكسرات مشكلة لوز أو جوز واللي عندكم متوفر من المكسرات ورح اضيف حين عدال مكان عندي انا يوم اصويها لوز مبشور فبزيد الحين عليها لوز مبشور وتحطون عليها شسمة الطحينة وتحطون عليها حليب مركز محلة اشتركوا في القناة 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 والسلام اشتركوا في القناة